يواصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تقدمه على خصمه الرئيس دونالد ترامب وفق استطلاعات الرأي التي تجري على المستوى الوطني قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات الأمريكية بأكثر من سبع نقاط وبحسب موقع ريلي كلير بوليتيكس أظهرت استطلاعات الرأي تقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة بأربعة فرزة ثلاثة نقاط والتي تعتبر من أهم الولايات في حسم فوز أحد المرشحين ولها عشرون صوطا في المجمع الانتخابي من بين 538 صوطا هذا وأشارت صحيفة نيويورك تايمز ومواقع استطلاع أخرى إلى تقدم بايدن في العديد من الولايات المتأرجحة التي كانت سببا رئيسيا في فوز ترامب في الانتخابات عام 2019 ومن بينها بنسلفانيا وفلوريدا وأريزونا وويسكانسن